بسم الله الرحمن الرحيم في المدخلة السابقة كنا نقل أنهينا الحديث عن البيانات الإجبارية التي يجب أن تتضمنها الكيميان هذه البيانات التي تضمنها أو أشار إليها الفصل 159 من قانون التجارة وبعد أنهينا الحديث من الكلام عن هذه البيانات كنا قد أشارنا إلى أن المشري أعطى الإمكانية للموقعين على هذه السند ومدما أننا نتكلم عن مرحلة الإنشاء نقول على أن المشري أعطى الإمكانية للساحب في أن يضرج بيانات اختيارية من ابتكاره وهذه البيانات لم يضع المشري تحت حاصر بحيث يمكن أن يضرج الموقع ما يرى ملائما له من بيانات اختيارية الشرط الوحيد الذي وضع المشري بخصوص هذه البيانات المسلمات اختيارية أنها يجب أن لا تخالف النظام العام الصرفي وكنت قد أشرت على أن من بين هذه البيانات ما لا يؤثر أبدا على التزام الصرفي الوريد في الكيمبيالا ومن هذه البيانات ما يؤثره على هذا الالتزام مثلا بالنسبة للمجموعة البيانات التي لا تؤثره على الالتزام ذكر السبب في الكيمبيالا والصاحب ينشئ هذه الورقة الشرط الشروط الواجب تعفرها في السبب هي نفسها الشروط التي أشار إلى المشري بقانون الالتزامة العقود وأكثر من ذلك أن هذا السبب حتى لو لم يذكر فإنه يخضع المقتضية على القانون الذي يخضي بأنه يفترض لكل الالتزام من السبب ولو لم يذكر على الساند ذكر على الساند فوجوده كعدم ذكره بمعنى أنه لا يؤثر أبدا على الالتزام الصرفي في الورقة التجارية مدام أنه موجود وحقيقي وغير مخالف النظام العام المجموعة الثانية من البيانات الاختيار التي يمكن أن يدراجها في هذه الساند تؤثر على الالتزام الصرفي ولكن من دون أن تخالف النظام العام الصرفي سوف نعطي منها بعض الأمثلة مثلا الشرط ليست لأمر الساحب الذي يريد منع تدول هذه الورقة ويمكن أن يدرج هذا البيان الاختياري في كافة الأوراق التجارية أن يدرج في الورقة ذاتها شرطا يمنعها من التدول بحيث أشار في هذه الورقة ما يفيد أنها ليست لأمر أو غير قبيلة التدول فإنها تبقى خارج عن حلبة دائرة أو خارج عن الدورة الصرفية بحيث أنها لا تخضع للدورة بالمعنى الصرفي بحيث يكون أمام المستفيد الذي حصل على هذه الورقة اختيار بين أمرين اتنين إما أن ينتظر تموعد الأداء للسلعين من مبلغ هذه الورقة أو ينقلها كاختيار تاني وينقل الملكيتها عن طريق المناولة اليدوي أو عن طريق الحوالي على عاديها في هذه الحالة أي في حالة انتقال الورقة من المسحوب عليها في الاختيار التاني فإن الساحب واضع هذا البيان الاختياري اللي هي ليست لأمر فإنه يتحلل من ضمان تجاه أي شخص آلت إلي هذه الورقة أي أن ضمانه هذا أي الضمان الموجود في كنبيالا بالملقعة العاتق الساحب لا يستفيد منه سوى أول مستفيد من هذه الورقة أي الشخص الذي سلمه الساحب هذه الورقة بمعنى آخر أنه متسلم هذا المستفيد من ساحب هذه الورقة لشخص آخر فإن هذا الشخص الآخر لا يعتبر دائما بالضمان للساحب لماذا؟ لأن الساحب وهو يدرج هذا الشرط كانت رغبته منه هو تحديد ضمانه في المستفيد الأول الشرط الثاني أو بيان اختياري ثاني ويتعلق فيه الأمر بشرط عظم الضمان هنا ونحن أمام هذا الشرط ونحن أمام البيان الاختيارية التي يمكن إدرجها في الورقة الأولى التي هي الكيمبيان يجب أن لا ننسى بأن الكيمبيان لا تتضمن تصرفين اثنين أو ضمانين اثنين ضمان القبول وضمان الوفاء ومبدئيا أن كل موقع الورقة تجري بأي صفة سواء ساحب أو مظاهر المهم أنه يكون عنده صفة دي الملتزم صرفه يعتبر مدينة متضامن في أداء وفاء مقابل هذه الورقة في حال ترفض أداء ترف مصحوب إليه ولكن رغم أن هذا المبدأ هو ساعد في الكيمبيان بمعنى أن كل موقع الورقة التجارية ليس ملتزم بالأداء فقط طبعا هو متضامن مع باقي الموقعين بصفة ملتزم صرفي في أداء هذه الورقة لحاملها في حال ترفض المصحوب عليه أداء بلاغها لكن المشترية خرج عن هذا السيد هذا الأداء الأصل وأعطى الإمكانية في الكيمبيان للموقعين عليها في التحلل من الضمان ولكن هذه الإمكانية حتى تنتج آثارها يجب أن نحترم فيها شرطين أساسيين الشرط الأول باديهي ما هو هذا الشرط؟ هو أنه هذا البيان لتنسع من خلاله أنه يتحلل من الضمان يجب أن يجسد الورقة لماذا؟ لأنه يجب أن يحتر مبدأي الشكلية والكفاية الذاتية التي لتحكم الورقة التجارية أي أن واضع الشرط يجب أن يريد هذا الشرط في السنة ذاته المجسد للورقة التجارية التي تتكلمون لها الكنبيان الشرط الثاني أن هذا النوع من البيانات الاختيارية يضيق نطاقه أو يتسع حسب ما إذا كان وضعه الساحب أو كان وضعه أحد المظاهرين فإذا وضعه الساحب فإن هذا الساحب لا يمكن له أن يتحلل إلا من ضمان القبول أما التحلل من ضمان الوفاء فممنوع كل شرط يضعه الساحب على الورقة ويرغب من خلاله التحلل من ضمان الأداء يعتبر كأن لم يكن المادة 165 أشياء تقول فهذا الإيطار ويضعه تتكلم مع الساحب 165 قنو الساحب الساحب في الكنبيال ضامن للقبول والوفاء ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول ويعد لاغيا كل شرطين يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء أما إذا كان المظهر هو الذي سيضع لنا هذا الشرط فالمشري أعطاه إمكانية الاختيار بأن يعفيهم سهم من ضمان القبول أو من ضمان الوفاء أو منهما معا في هذا الإطار تشير المادة 169 من قانون التجارة أو من قانون الصرف إلى هذا المقتضى بقولها يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك تلاحظوا هنا أن المشرع أعطى الإمكانية خلاف للإمكانية التي أعطى الساحب أعطى الإمكانية المظهر أنه يختار نوع الضمان الذي يريد تحلل منه وممكن أنه يختار يتحلل من الضمان بمعنى آخر من ضمان الأداء ومن ضمان القبول بمعنى أن هذا المظهر رغم توقعه بصفة ملتزم صرفه في هذه الورقة فإن التزامه هنا يفرغ من محتوى عن طريق إيراد هذا الشرط من طرف هذا المظهر هذا المثال ثاني على البيانات الاختيارية التي يمكن وضعها من طرف الموقعين على الورقة مثال ثالث يتعلق الأمر فيه بشرط الرجوع بدون مصارف حين يتوجه الحامل بالورقة من أجل قابولها من طرف المصحوب عليه أو من أجل أدائها في تاريخ الاستيحقاء ويواجه بالرفض إما بقابول أو رفض الأهداء المشرع يقول الحامل في هذه الحالة لا تخاف ستحصل على مقابل هذه الورقة التجارية إن أنت رفعت دعوة ضد الملتزمين الصرفين ولكن رفعك لهذه الدعوة ضد هؤلاء يشترط في هذه المشرع شرط شكل أساسي شنو هو وأنه يحرر واحد احتجاج لدى كتابة ضبط لمحكمة التجارية هذا احتجاج يتضمن فيه أو يضمن كاتب الضبط ما يفيد أن هذا المستفيد قد قدم هذه الورقة المسحوبة إما للقبول أو للآداء وفي وقته القانوني ولكن هذا التقديم يوجه بالرفض بهذه الورقة المسمى احتجاج وهي تتضمن بطبيعة الحال لابد أن يؤدي فيها هذا الحامل الذي توجه الكتابة من أجل حصول عليها أن يؤدي مصاري تقول للمشرك هذا الشخص هذا بعد أن تفصل على احتجاج قم بتجيل دعواك ولكن قبل أن يلحق التقدم هذا الشرط الزمن سوف نتكلم عنه فيما سيبحقه إن شاء الله من المداخلات المهم أنه بالنسبة لهذا الشرط أنه شرط الرجوع بدون صريف أو شرط الرجوع بدون احتجاج سمي بدون منصاريخ لأنه يتطلب المصاريف حين تحرير أمامك تبتل المصاريف قال المشرك الموقعين على الورقة التجارية رأي ممكن أنكم تدرجوا هذا البيان الاختياري من خلاله تتوجهوا الكلام الحامل لتوجه برفض القبول أو لتوجه برفض الأداء وتقولوا لا بلا ما تمشي تحمل لك المصاريف بلا ما تمشي تحردك الاحتجاج ممكن أنه في هذه الحالة ملكين هذا الشرط الرجوع بدون مصار في هذه الورقة رأي ممكن لك أنك ترفع دعواك بدون أن تلجأ إلى هذا هذا الإجراء الشكلي الذي هو الرجوع بدون أو الذي هو الاحتجاج قد يخالف الحامل مقتضية هذا البيان الذي هو البيان الاختيائي تسلم ورقة وفيها شرط الرجوع بدون المصاري توجه في مرحلة القبول أو مرحلة الأداء عند هذا الشخص الذي هو المصحوب عليه ووجه بالرفض قام هذا الحامل بتحرير الاحتجاج فرفع دعوا ضد الملتزمين الصرفيين الملتزمين الصرفيين لن يلتزموا إلا في حدود المبلغ المسترف الكيمبيان بمعنى آخر أن المصاريف التي قام الحامل بصرفها وهو يحرر على الاحتجاج يتحملها هو لأنه الحقيقة منضمون هذا البيان هو إعفاء من هذه المصاريف ومدام أنه قام بها خلافا لما ورد في هذا البيان فإنه يتحمل وحده هذه المصاريف زياد كان بيان آخر مبيانات التي يمكن إدراجها في هذا السند وهي بيانات ذات طبع اختيار فالساحب قد يختار أن يدرج في الكيمبيال إضافة إلى مكان الوفاء محل مختار قد يكون قريبا من مكان تواجد الحامل حتى يشجعه على قبول هذه الورقة لأنه بعد محل الأداء قد يعرقل تدول وقد يدفع الحامل أو المستفيد المعين فيها بعد قبول تسلمها هذا الشرط أشار إليه المشرع بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 161 هذا الشرط يتطلب بطبيعة الحال إدراج في ذات سند بأن هذه الكيمبيال لمسحة الأداء في مكان هو كذا مكان مختار ومدام أن هذا المكان مختار سوف يعين في الورقة بديه أن هذا المكان يجب أن يعين أن يضاف إليه تعيين الشخص الذي يقع له الأداء الشخص الذي تم توطين هذه الكيمبيال لديه وغالبا ما يكون عبارة عن بنك للمسحب عليه حيث يتم أداء مقابل هذه الورقة عن طريق اقتطاع بنكي من حسابه وتحويل هذا المبلغ إلى حساب الحامل وقد يحدث أن يعين صاحب مكان آخر غير محل إقامة المسحب عليه ويترك تعين صاحب المحل المختار المسحب عليه في هذه الحالة يجب على الحامل أن يقدم هذه الورقة للقابل لماذا؟ لكي يعرف القابل أي مكان سوف يتواجد من أجل أداء مقابل هذه الورقة التجارية هذا المقتضى تشير إليه المادة 177 من قانون الصر بقولها لاحظ معي المادة 177 إذا أين الساحب في الكنبيال مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المصحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده جاز للمصحوب عليه أن يعين هذا المكان أثناء القابل وإذا لم يعينه أثناء هذا القابل اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء إذن هنا هذا المكان اللي هو المحل المختار يمكن إدراجه كبيان بين الإنظام الإختيارية والغاية منه هو تشجيع قبول التعامل بالكنبيال خاصة حين يكون مكان إداء هذه الورقة بعيدا عن مكان إقامة الحامل شرط آخر يتعلق بالسحب نظير واحد منبدئيا أنه تصدر عدة نظائر ما هو النظير هو كمبيال ولكن هذه كمبيال بهذه النظائر تمثل كمبيال واحدة تنظر نظير واحد نظير 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 ثلاثة إلى آخر لا 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 صورة للبليل كمبيال لا هي كمبيال في حدداتها ولكن عبارة عن نظائر ما هي الأهمية تعدد نظائر الأهمية تعدد هذه النظائر عندها فوائد عملية كثيرة بحيث قد يريد الحامل يرسل هذه الورقة المسحوب عليه من أجل قبولها ويخاف أن تضيع فيلجأ إلى سحب نظائر منها أو عندما يرسلها لأجل القبول يكون لديه نظير يمكنه من تظهيره فلا يمتظر حتى ترجع الكمبيال من المسحوب عليه هنا ونحن أمام هذه الفائدة خصب نظير وأمام المبدأ القاضي بأنه الحالات للمبدأ وأنه يمكن تسحب الكمبيال من عدة نظائر ولكن متى الدرجة تسحب شرطا يمنع فيه من تعدد نظائر فإن هذه الكمبيال تسحب بورقة واحدة بنظير واحد أو بكمبيال واحدة التي يكون نظائر كيف يتم إنشاء النظير وما هي آثار هذا النظير من الكمبيال حتى يعتبر النظير صحيحا نحن نتكلم عن الإنشاء بالنسبة لهذا النظير لا بد من احترام الشيطين أساسيا أشارت إليهما المادة 222 من قانون الصار أشتغ هذه المادة المادة 222 لتتكلم على إنشاء النظير تدخل هذه المادة يجوز سحب كمبيال من عدة نظائر متطابقة ويجب أن يوضع في مثل كل نظير رقمه وإلا تبر كل نظير كمبيال مستقيل يجوز لكل حامل كمبيال لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته ويتأين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيال ويلتزم هذا بمساعدة لمطالبة من ظهر له بدوره وهكذا تصعد حتى الوصول إلى الساحل ويتأين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة هذا النصب لنا ما هي الشروط التي يجب توفرها في هذا النظير في مرحلة الإنشاء الشرط الأول وأن يكون هذا النظير مماثلا للكمبيال الأصلية بمعنى أنهما ورد في الكمبيال الأصلية يجب أن يرد في النظير من بيانات وتحفظات وكذا 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 البيان الشرط الثاني وأن كل نظير للكمبيال سوء يترقم هذا نظير واحد هذا نظير جوج هذا نظير ثلاث متى لم يرقم هذا النظير فإنه يعتبر بمثابة كمبيال مستقلة وهنا يجب أن نشير كما أشرت إلى ذلك مقتضاية المادة مئتين واثنين عشر أن النظير يتم إنشاؤه من طرف الساحب إما في الوقت الذي يسحب الكمبيال الأصلية يسحب منها نظائر نظير واحد نظير جوج نظير ثلاثة إلى آخر أو لا قد تتداول هذه الكمبيال التي قام هذا الساحب بإنشائها وقام بتسليمها إلى المسافر قد تأول هذه الورقة إلى شخص ثالث أو رابع ويكون هذا الشخص في حاجة ماسة لنظير أو عدة نظائر من هذه الكمبيال يوجه هذا الحامل طلبا إلى الشخص الذي ظهر له هذه الورقة يعبر فيه على أنه يرغب في إنشاء الورقة التي ظهر له من عدة نظائر هذا المظهر يرسل كذلك هذا الطلب إلى الشخص الذي ظهر له إلى أن يصل الأمر إلى الساحب يقوم الساحب بتحرير هذه الكمبيال بعدد نظائر المطلوبة ويسلمها لأول مستفيد منها ويضع توقيعه الأصلي وهكذا دوالعك من يد إلى يد أي الأشخاص الذين وقعوا الكمبيال الأصلية يجب أن يوقعوا هذه النظائر لماذا؟ لأن النظير يجب أن يكون ممواتلا للكمبيال الأصلية إلى أن يصل الأمر إلى طالبي هذا النظير ممواتلا ممواتلا لأن النظائر ليس صحيحا ما هي الأطار التي تنتج عليه؟ يجب أن نحيط الأطار النظائر وضع التوقيع بالقبول على النظائر الكمبيال لأنه كمبيال ذاتها كما أن الوفاء بهذا النظائر يكون صحيحا ومبرئا للدمة ويلغي أثار النظائر الأخرى ولكن أثار هذه النظائر يبقى سريعا مفعول في حالتين الحالة الأولى هي الحالة التي يضع فيها نصحب عليه قبوله على عدة النظائر هنا يجب عليه في حالة وفائه لأحدها أن يطلب تسليمه النظائر الأخرى التي وقع عليها بالقبول ومتى أهمل هذا الطلب مؤداء مقابل نظير من دون أن يتسلم النظائر الأخرى فإنه يكون ملزما بأداء مقابل كل نظير نقدم إليه حسب ما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 223 هذه الفقرة التي تقول إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الدم ولو يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر نظائر أخرى لكن لكن نصحب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجع إذن في هذه الحالة لوضع هذا نصحب عليه قبوله على كل هذه النظائر عليه أن لا يؤدي مقابل هذا النظائر الوحيد إلا بعد أن يتسلم النظائر الأخرى وإلا كان أداؤه غير مبرئ لدمته مزيان الحالة الثانية الحالة الثانية هي الحالة التي تظهر فيها الكيمبيالا التي تكون صادرة من عدة نظائر تظهر لأشخاص مختلفين معنا أنه مظهر بعدما حصل على النظائر كل هذه الكيمبيالا وحدة عواد ما يظهر كامل لنفس شخص استفاد من الكيمبيالا بمبلغها الموجود فيه قام باستغلال هذه الكيمبيالا بعدة نظائر منها النظائر الأول ظهر لفلان النظائر الثاني لإلان النظائر الثالث لسرحان إذن استفاد من هذه الكيمبيالا ثلاث مرات إذن هذا المظهر سوف يبقى ملتزما بالنظائر الأخرى التي ظهرها لأشخاص مختلفين هذا ما يتعلق بالنظائر ولكن كما أقول لكم بأنه النظائر أو يمكن في حالة الكبدأ يمكن إنشاء الكيمبيالا من عدة نظائر ولكن متى تضمنت بيانا اختياريا من طرف الساحب يمنع فيها من تأدود نظائر طلب إنشاء كيمبيالا معدة نظائر كذلك الأمر بالنسبة للنسخ يمكن أن تتعدد النسخ في الكيمبيالا حسب ما تقضي بذلك المادة 225 من قانون الصغر يقول فيه هذا القانون ما يلي أو هذا النص ما يلي لكل حامل كيمبيالا الحق بأن يقيم منها نسخا يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظاهيرات وكل بيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يتبين أين تنتهي النسخة ويجوز تظهير النسخة وضمانها ضمان تعدد النسخة ويجب يمكن الساحب أن يمنع تعدد النسخة كيف يتم إنشاء النسخة وماذا الأثار هذه النسخة بالنسبة للإنشاء النسخة كيف تنتهي وكيف تنتهي هذه النسخة عكس النسخة يتم إنشاؤها من طرف الحامل لماذا؟ لأن النسخة لا بد أن يتم إنشاؤه من طرف الساحب يقوم بإنشاء هذه النسخة الحامل اللهم إلا إذا كان الساحب هو الحامل في نفس الوقت عند إيدين يمكن أن ينشئ هذه الكمبيل معدة نسخة أو معدة نضاء لأنه لا يوجد صفات فيه الساحب عنده الحق يصحب النضاء وفيه الحامل عنده الحق يصحب النسخة ولكن الحامل العادير لا يمكن يصحب إلا النسخة هذه النسخة عندها عدة فوائد عملية بحالها بحال النظر يعني أنه يمكن إرسال الكيمبيال لأجل القابول والحفاظ على نظره أو إرسال النسخة والحفاظ على الكيمبيال إلى أن ترجع مخافة الضائع والسارقة أما إنشكلها فيمكن أن تنسى خبيل يد وعن طريق تصوير المشترين لا يجعل أن تكون أصلي لا المهم أن تكون أن تشتمل على جميع مجتملات الأصل هذا هو الشرط لقنى المشترين في إنشاء النسخة لا يقنى أن تكون توقيعات ضرورة تكون أصلية المهم أن تتضمن هذه النسخة جميع البيانات الموجودة في الأصل كما أشطرنا إلى ذلك من خلال مادة 2225 من قانون الصف كما أشطرنا إلى ذلك تم إنشاء هذه النسخة ما هي الآثار التي يمكن أن تنتج إنها كما هو الحال بالنسبة للأصل يمكن إجراء كافة تصرفة النسخة بمعنى آخر أنه يمكن تظهيرها يمكن ضمنها ضمن احتياطيا إلا الأداء بحيث لا يجب أن يتم بالأصل وليس بالنسخة الأداء بالنسخة غير مبرئ للدم لهذا السبب أوجد أوجب المشرع بيان حائز الأصل في النسخة لماذا؟ حتى يتمكن الحامل الشرعي لها من طلبه ليتسنى له ممارسة حقه في الرجوع الملتزم ولكن ستناء يجوز للحامل الشرعي للنسخة الرجوع بموجبها للأداء دون توفر على الأصل وذلك في حالة ما إذا أثبت عن طريق اهتجاج أن حائز الأصل رفض تسليمه له وهو ما تقضي به الفقرة التانية المادة 126 هذه الفقرة التي تقول إذا امتنع من تسليمه أي حائز الأصل امتنع من تسليم الأصل إلى الحامل الشرعي إذا امتنع من تسليمه لم يجهز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمان احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه قلنا قلنا أن استثناء أن يجوز الحامل الشرعي حسب ما تقضي بهذه المادة أن يرجع بهذه النسخة ولكن بعد تحرير ه لاحتجاج تيبين فيه بأن حائز الأصل لا رفض تسليمه له كما أن في حالة إراد شرط عدم صحة تظهير الأصل فإنه يعمل بهذا الشرط ويعتبر كل تظهير وقع لها الأصل باطلا ولا تكون صحيحة عند إذن إلا التظهير الحاصلة النسخة وكما هو الحال بالنسبة للنظير فإن كل شخصين ظهر عدة نسخ إلى أشخاص مختلفين معنى أن منفروض أن النسخ من الظهر الظهر كلها ضربة وحدة للمظهر إليه الواحد ولكن بعض الأحيان قد يلجأ المظهر إلى تظهير هذه النسخ لأشخاص متعددين في هذه الحالة يكون هذا الشخص ملزما بكل نسخة من هذه النسخ على حدة إذن هذه أحكام نسخة ولكن نرجع ونقول بأن إذا كلم بد أنه يمكن محرر كمبيالا معدة النسخ فإن الستناء هو المنع من لأن هذا المنع هو الحالة التي تلجأ فيها ساحب هذه الكمبيالا إلى إدراج بيان اختياري يمنع فيها من تعدد هذه النسخ هذه أمثلة علاقة البيانات الاختيارية التي يمكن إدراجها في الكمبيالا كما نلاحظ على أن ها لا تقع وتحت حصر المهم الشرط أساسي الشرط البيانات الاختيارية لا تكون مخالفة للنظام العام الصافي لازم في مرحلة الإنشاء وإن امتهينا من الكلام عن الشروط الشكلية الموضوعية والشكلية ما فيها الكتابة والبيانات الاختيارية أو البيانات الإنزامية ولكن هذه المرحلة قد لا تتم بسلام دائما بحيث قد تعرف في بعض الأحيان بعض العيو مثلا قد تتخلف أو يتخلف بيان بيانات الإنزامية الوردة في مدى 159 يهمل وقد يحرف هذا البيان وقد نجد أنفسنا أمام كمبيالا نقص أو قد يتم تزوير هذه الكمبيالا إذن لدينا أربعات العيوب بين قوسين يمكن ترفق مرحلة الإنشاء حين العيب الأول قد يتعلق بإهمال بيان من بيانات الإنزامية المذكرة في مدى 159 العيب الثاني تسمى العيب الثاني بالكمبيالا النقص أي أن الأشخاص يتفقون أو لا يتم إدراج بين الإنزامية ويتم الاتفاق على إدراجه فيما بعد تسمى الكمبيالا النقص الحالة الرابعة أو الثالثة أحد من المقين على الورقة التجارية يحرف بيان من بيانتها فنكون أمام تحريب يتم خلق هذه الورقة على شكل فتأول بتدخل هذا الشخص إلى شكل ثاني الحالة الرابعة تتعلق بتزوير هذه الورقة الحالة الأولى الحالة التي فيها إهمال أحد البيانات الإلزامية هذه الحالة التي ذكرها الفصل 160 وكل ما شرنا لها فيما سبق المادة 160 التي جاءت مباشرة بعد المادة 159 لإعدادتنا البيانات الإلزامية ما قالتنا هذه البيانات ما قالتنا هذه البيانات وضعتنا مبدأ وضعتنا الستنان ما هو المبدأ هو أن السند كما تقول هذه المادة السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة ما هي المادة السابقة هي المادة 150 لا يصح قيم يعني إذا المبدأ هو أنه إذا غاب بيان من البيانات الإلزامية الواردة في المادة 159 من هذه الورقة فإنه لا تعتبر هذه الورقة بما تبت كيمبيان ولكن هذا الفصل يأتينا بالستثناء وقال إلا في الحالات الآتية المادة من المادة التي ترسلت هذه الحالات التي ترسلت هذه الحالة التي تتحدث عن البيانات الإلزامية سنوجد فيها بعض هذه الاستثناءات يخص الزمن ويخص مكان الزمن يتعلق فيه التاريخ الأداء والثاني في التاريخ الإنشاء هذه الاستثناءات يخص الزمن إذا غاب أحدهما أو كلاهما المشترى تقول كيمبيان غير بطلة وتعطينا البديل والستثناء التي تخص المكان كان مكان الإنشاء وكان مكان الآداء تقول لنا المشترى في الاستثناءات الوالدة في المادة مهو 60 هذه البيانات تعتبر بيانات إجبارية ومتى غاب مكان الإنشاء ومكان الأداء لا تعتبر هذه الورقة باطلة بحيث جاءنا المشترى بالبديل ما هي هذه الستثناءات واحد الكنبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مساقط الأداء بمجرد الإطلاع إذا لم يعين مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب باسم المسحوب عليه يعد مكان للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يريد في السند خلاف ذلك إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان للوفاء المكان الذي يزول فيه المسحوب عليه نشاط أو موطن الكنبيان التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكنبيان تعتبر منشأة بموطن إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكنبيان ولكن قد تعتبر سندا عادي لإثبات الدين متى توفرت شرط هذا السنة إذن هنا المشري خارج حالة الأربع ديال الستناءات اللي غائلة غاب فيها مكان آداء مكان الإنشاء أو تاريخ الإنشاء وتاريخ السحقة خارج هذه الحالة الأربع إذا غاب بيان أخر من بيان خارج هذه الستناءات فإن هذه الورقة لن تعتبر كيمبيانة ولكن المشري أخذ بمبدأ إعمال السند خير من إهماله أشخاص لنا في الفقرة الأخيرة من المادة 160 قال لنا بأن هذه كيمبيانة التي تنقصها بين الإنزامية خارج الستناء تعتبر غير صحيحة ولكن إعمال السند خير من إهماله بحيث يمكن أن تعتبر هذه الورقة باطلة كيمبيانة يمكن أن تعتبر سندا عادي لإثبات الدين إذا توفرت فيه شروط هذا السنة إذن هذه بصفة أما ما يتعلق بالعيب الأول الذي يمكن أن يرافق مرحلة الإنشاء في هذه الورقة التي تتعلق فيها بإهمال أحد البيانات الإلزامية كما أشرت إلى ذلك المادة 160 يبقى أن نشير قبل أن نتوقف من هذه المحاضرة أن نشير إلى ما يسمى بالكيمبيالة الناقصة الكمبيالة الناقصة تشبه الكمبيالة التي أشترنا إليها قبل الزقالة التي تنقصها غير الفرق ما بين الكمبيالة الناقصة أو الكمبيالة التي شرنا لها وشارط لها المادة 160 أنها تكون غياب بيانة الإلزامية خارج الاستثناء الورد في المادة 160 تكون غياب بسبب اتفاق الأطراف تتفق هذه الأطراف على عدم ذكر بعض البيانات الإلزامية عند إنشاء السند بحيث يرجعون إدراج هذا السند في المستقبال وهي هذه الحالة الكمبيالة الناقصة ونحن نشير إلى هذا النوع من الكمبيالات لا بد من الإشارة إلى أن هناك نقاش بالمؤتمرين في جينيف الاتفاقية 1830 حول القانون الموحد مطبق على الكمبيالة وسند الإذن ترى نقاش بين هؤلاء حول صحة مثل الكمبيالة جاءت المادة العاشرة منه لتنص على هذا المقتضى الخاص بهذه الكمبيالة وتعتبر هذه المادة بأن الكمبيالة لأن الناقصة تعتبر صحيحة متى أكملت على الوجه المتفق عليه وتبردهم في ذلك في الحقيقة ومنطقي على أن العبرة أو الحكم بالصحة هذه الورقة ليس بيوم إنشائها ولكن بيوم تقديمها للوفاء فهذا اليوم لتقديم الوفاء يجب أن تكون مكونات هذه الكمبيالة كلها موجودة المشترع المغربي كما والحال بالنسبة المشترع الفرنسي لم يأخذ بإحكام هذه المادة ورغم ذلك في قوة القاضاء في المغرب وحتى في فرنسا أخذ بها مقتضايا هذه المادة العاشرة من قانون جينيف لتقول بأن هذه الكمبيالة تعتبر صحيحة إذا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر